بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل سويا الوحدة الخمسة بعنوان دراسة سلوك الدلة أو دراسة تغير الدلة والنهاردة معنا نظريتين مهمين جدا في مقارن حساب التفاضل والتكامل هي نظرية رول ونظرية القيمة المتوسطة نبتدي مع بعض بتعريف نظرية رول شروطها بتقول لي إذا كان الدلة وي تسوى F وفي X لقم 1 مقتصلة على الفترة المغلقة A وB 2 أنها قابل اشتغالها على الفترة المفتوحة A وB ثالثا قيمة الدلة F عند A تساوي قيمة الدلة عند B كلمة متصلة على الفترة المغلقة A وB قلناها قبل كده أن هي تحقق 3 شروط الشرط الأول أن هي تكون متصلة على الفترة المفتوحة A وB ثاني شرط أن هي متصلة على يمين بداية الفترة أن هي X تساوي A الشرط الثالث أن هي تكون متصلة على يسار X تساوي B X تساوي إيه لها بداية الفترة X تساوي B هي نهاية الفترة لو حققت الثلاث شروط دول يبقى أن هي متصلة على الفترة المغلقة ثانيا قابل اشتغالها على الفترة A وB معناها أن أي نقطة داخل هذه الفترة تكون الدلة قابل اشتغالها عندها يعني ما جيب المشتقة وعود بالنقطة قيمة الحاجة التالتة أن قيمة الدلة عند B بدأة الفترة تساوي قيمة الدلة عند نهاية الفترة يعني لما جي أرسم كده ألاقي أن الارتفاع عند A يساوي نفس الارتفاع عند مين عند B لأن ده بيمثل قيمة الدلة عند A وده بيمثل قيمة الدلة عند B إذا كان ده تحقق فعلى أقل على أقل هلقي عدد موجود في الفترة من A ل B تكون المشتقة عنده تساوي صفر أو تنعدم عنده المشترق. وكلمة على الاقل معناها ان ممكن نلاقي علد او اتنين او تلاتة وهكذا. نشوف مثلا على كده حقق نظرية رول للدلا واي بتساوي صين اتنين اكس. الصين دي دلا مسلسية اخدناها قبل كده الزاوية بتاعته اتنين اكس. فالزاوية دي متصلة على ار كلها. لما نيجي نرسمها في الفترة من صفر الى باي على اتنين. هلاقيها بالشكل ده كده. هنا صفر وهنا باي. على اتنين. الدلا دي زي ما قلنا قبل كده ان هي متصلة على خط الاعداد بالكامل وبالتالي متصلة على اي فترة جزئية منها. اذا متصلة على الفترة من صفر الى باي على اتنين. وبقى ده كده الشرط الاول متحقق. الشرط التاني ان هي قابل اشتقع الفترة من صفر الى باي على اتنين ومشتقتها نشوف. الصين مشتقتها كوزين ونفس الزاوية في مشتقت الزاوية اللي هي اتنين. يبقى ده قيمة المشتقة بتاعتي عند اي نقطة الفترة من صفر البقية اثنين وهي موجودة يبقى الشرط التانى مضحف الشرط التالت ان قمت الدلة عند البداية الفترة الى صفر قمت الدلة عند نهاية الفترة. احنا ما عندنا الى شباب الدلت بتقولye sin 2x SoY بتساوي sin 2x فلما عود عن P مرة بصفر هيبقى Y عندacco التي هي sin0. Sarahрос transform界или sin 0 بكام بصفر bekommen. طيب نهاية الفترة Y بتساوي Xبر partirrap Hideaki 2. لما عود عن X في بعض الاثنين ضربها في اثنين تبقى buy sign buy بكام؟ بصفر إذن قيمة الدالة عند بداية الفترة سوى قيمة الدالة عند نهاية الفترة يبقى الشرط التالت متحقق إذن جميع شروط rule متحققة وبالتالي يوجد على الأقل عدد C ينتمي للفترة من صفر البعض الاثنين الفترة المفتوحة ناخد بالنا إذن قيمة المشتقة أو المشتقة بتاعت الدالة قلنا قبل كده من السلايد السابقة اللي هي عبارة عن 2 cos 2x فلما عود عن كل X بC يبقى الف ده شوف C تساوي 2 cos 2c الطيب الاثنين ما بتساويش صفر يبقى كده الcos 2c هي اللي بتساوي صفر طيب ايه الزاوية ايه الزاوية اللي الكوزين بتعايتها بصفر الbi على الاثنين يبقى ده معناه ان الاثنين سي بتساوي باي سوري الاثنين سي بتساوي باي على اثنين إذن لما حل المعادلة دي ألاقي ان السي بتساوي باي على اربعة هل الباي على اربعة موجودة جوه الفترة من صفر آه مظبوط يبقى فعلا انا كده بحقق نظرية مين شروط نظرية رول وجبت ايه العدد اللي حقق شروط نظرية رول